سيدنا طبعا معروفة أن السامرية ما تذكرش اسمها زي شخصيات كتيرة كان لها مشاكل ومتاعب ما تذكرش اسمها المرأة الخطية المرأة المنحنية التي امسكت في ذات الفعل نزفة الدم كل دم لم يذكر اسمهم في الكتاب المقدس فهل هذا مقصود؟ وأكيد طبعا مقصود عدم ذكر اسمه وأصله الكتاب المقدس مش كتاب تاريخ مع أشخاص لكن كتاب خلاص الله للبشر فدول مجرد وسائل بتبين عمل ربنا مع البشر بس يعني دي الفكرة وفيها فكرة السطر يا سيدنا برضو يعني ممكن السطر فضيحة آه يعني الناس عاملوا مشاكل عاملوا خطايا يعني ربنا بيسطر علينا آه تم يهوزة ذكر ما فعل آه يهوزة هلك وهلك في ناس برضو الكتاب المقدس تكلم عن أخطأهم زي داود وسقوطه آه بسعال يعني يعني هي الفكرة إيه الفكرة أن ربنا بيشوف ما يناسب الإنسان إيه إيه لي ناسبه يعني لكن السطر على المرأة بالذات أمر واجب يعني يعني مهم جدا جدا لكن ربنا اتكلم عن أخطاء ناس و يعني رسيله للأساقفة بتاع الكنائس في برضو تنويه عن أخطاء يقوله ليتك باردا أو حرا ولكن لأنك فاتر وأن أنا مزمع أن أتق إياك من فمي دا بيكلم أسقف آه أسقف كنيسة يعني فيه فيه في الكتاب المقدس مواجهة مع أشخاص لأن فيه فرق بين شخص الشيطان يضحك عليه و دا شخص عادي لكن شخص فيه فيه منصب مسؤول مفروض بقى ينتبه لعمل الشيطان ما يسمح لهش يضحك عليه فهي التقييم للمواقف والأسماء و كده هي الخلاصة إن ربنا بيقدم لنا إزاي خلصنا إزاي كسبنا لملكوته إزاي يدينا حياة أبادية و دايماً اللي ما تذكرش اسمه دا بيبقى مثال أشخاص كتيرة أو يعني مثال لنا كلنا عشان إحنا نحط لنفسنا مكانه و نعمل اللي هو عمله إن كان صح أو نبعد عن اللي هو عمله إن كان غلط الزبط كده يعني هي مش تاريخ أشخاص لكن تاريخ عمل إلهي